كلكم مع الصهاينة نظام المغري برحل مباشر للصهاينة وانتم راحين عند عملاء الصهاينة وهو أبشأ انتم راحين عند من سموه مهندس اتفاق أصله وهو اتفاق أنهى القضية الفلسطينية حطا ما بقي من القضية الفلسطينية ولكنه أنشأ ميليشيا تسمى السلطة الفلسطينية تقدم لها أموال من دول غربية وعربية وغيرها لتبقى تتحدث عن فلسطين وعن تحريض فلسطين أو عن الأراضي الفلسطينية الآن طبعا هم يتكلموا عن الأراضي الفلسطينية اللي هي فقط بعد 67 حتى هذه ما قبلوهاش الإسرائيليين والهدف الحقيقة هو تصفية القضية الفلسطينية نهائيا كنت في نقاش مع بعض إخواننا وهناك من يرى يقول لك لا مهما كان يعني يبقى أن هذا الموقف خير من الموقف المغربي الموقف ما تقاسش بالموقف النظام المغربي في رأيه يعني الموقف تقاس الحقائق والحقيقة تقاس بالمبادئ والنظام الجزائري يعرف من هو عباس وإذا كان يعرف وجابوا بهذه الطريقة فهو مدجل دجال هذا تجيل على الناس وعلى الشعب الجزائري وإذا لم يكن يعرف فهو الكارثة أعظم فالحقيقة يعرف وعباس هو نسخة مسغرة السلطة الفلسطينية هي نسخة مسغرة للأنظمة الحاكمة في المنطقة العربية هي نسخة مسغرة يعني نظام السيسي أو العصابة عندنا أو نظام بشار أو نظام سعودية أو نظام الإمارات هذه أنظمة للفساد للاستبداد للتعذيب والخيانة في النهاية يعني ليس هذا هو النظام وتكملته اللي فتحه الأجواء للفرنسيين لعودة استعمار إلى مالي على المباشر بشين ينقصوا عليهم المسافة على الطائرات العسكرية التي تقصف في مالي إذن هذه أنظمة السلطة الفلسطينية هي جزء من هذا النظام العربي المتميز بالفشل بالرداء بالفساد بالتعذيب بالاستبداد وزد ما شئت من الأوصاف لهذا النظام لذلك تقديم على أنها فلسطين وكلها كذب كلها خداع وكلها موكب بالمناسبة هذا عباس يعني آخر اجتماع له مع مسؤول صهيوني هو مع وزير الدفاع هذا الذي زار النظام المغربي هو مع هذا الوزير يعني ما هو الفرق إذا كانت تزعمون وأنكم تدينون تطبيع النظام المغربي مع الكيان الإسرائيلي وكل إنسان حر وشريف يدين ذلك ويعترض على ذلك ونعرف أن عدد هائل من المغاربة يعترض على ذلك قد يقبل بعض لأسباب أو لحسابات أو لأنهم ذباب يقولون ذلك أو حتى لأن قناعتهم توصل بأن الحل هو تعاون المهم الفراغماتية قد يقبل ذلك لكن واضح أن هناك اعتراض مغربي شعبي كبير على هذه الخطوة ولكن تعترض على نظام المغربي لأنه استقبل وزير الدفاع الإسرائيلي هذا وزير الأمن الدفاع الإسرائيلي وتستقبل محمود عباس اللي كان آخر لقاءه مع مسؤول صهيوني هو مع هذا وزير الدفاع واللي بالمناسبة قال له أنا مجيش تحدث معك سياسة في خلاص الحديث بين هذا وزير الدفاع وعباس أنه قال له مجيش تحدث معك سياسة ماذا جئت تحدث معه لدعم السلطة الفلسطينية اقتصادية بالضبط ما قامت به العصابة في الجزائر اليوم دعم السلطة الفلسطينية اقتصاديا والحقيقة لدي أيضا خط آخر أو رؤية أخر في هذه النقطة وهو قناعتي أنهم باستقبالهم عباس يريدون أن يرسلوا رسالة وهو رب التطبيع في المنطقة وهو مهندس روشة داخلية ينبيعها لمن يريد أن يصدقها ومن يريد أن يصدق الكذب والخداع شعب الجزائري يخرج يقول استقلال 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 شعب الجزائري يطالب بتقرير مصيره أنتم تحتلون الشعب الجزائري وتتحدثون عن ضرورة تقرير المصير الشعب الفلسطيني أو الشعب الصحراوي أو شعب شعب من خداع مكر كذب إذن اللقاء الوزير الصهيوني اللي زار النظام المغربي كان مع عباس وكان لدعمه اقتصاديا وهو بالضبط ما قمتم به من أموال الشعب الجزائري مئة مليون دولار مئة مليون دولار ما يساوي في السوق السوداء في سوق العملة ألف وثمانمائة مليار